عاوز أو النهاردة عاوز أخصص مع حضراتكم جزء كبير جدا من الحلقة حوالين فكرة مهمة جدا وهي التعليم الجامعي في مصر ومستقبل ولادنا ومستقبل إخواتنا في الجامعات في مصر زي ما حضراتكم كنتم متابعين أنه زمان كان التعليم كله قايم على فكرة التعليم الحكومي المدعوم والمدارس حتى العادية هي المدارس الحكومية المدعومة إلى أن ظهر يعني في المدارس بقى فيه مدارس خاصة ومدارس حكومة مدعومة وفيه مدارس دولية وأنواع مختلفة من المدارس وده طبعا طبقا لطبقات المجتمع المختلفة لأنه كل طبقة في المجتمع بتحاول تلاقي شكل التعليم المناسب لها عاوز أقول لحضراتكم أنه فيه تجربة مهمة جدا في الجامعات حصلة في التنسيق ده تحديدا وهي إحنا دلوقتي عندنا ثلاث اختيارات كطلاب وكأولياء أمور الاختيار الأول أو أربع اختيارات كمان الاختيار الأول هو التعليم الحكومي المدعوم اللي احنا عارفينه وهو موجود زي ما هو بعدد الطلاب اللي موجود ما حصلش فيه أي نقص أو غيره وده بيبقى مدعوم بنسبة ضخمة جدا أو بنسبة كبيرة وبيكون المصاريف شبه رمزية مقارنة بالخدمة اللي بتتقدم ده نوع من التعليم داخل التعليم الحكومي المضمون فيه أقسام خاصة الأقسام دي بتعمل حاجة اسمها ساعات التعليم المعتمدة ودي بيكون اتفاق مع جامعات أخرى وبيقدموا ساعات تعليم معتمدة أو معتمدة دوليا وده بيكون بمصاريف أعلى شوية فيه بعض الجامعات الحكومة بتقدم أقسام خاصة داخل الجامعات الحكومة ودي بيكون بمصاريف أعلى شوية عندنا جامعات خاصة الجامعات الخاصة هي في النهاية بتقدم خدمة تعليمية نقدر نقول خمس نجوم يعني ولكن هي تاخد يعني نقدر نقول الجامعات الخاصة من حق أن هي تكسب أو تكسب فلوس وفيه عندنا بقى اللي هو الضيف الجديد على منظومة التعليم المصرية وهي الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية هي بتوفر لحضرتك كل أنواع التعليم الخاص اللي هو نقدر نقول خدمة الخمس نجوم شوية بمقابل مادي أقل وهي لا تهدف إلى الربح تماماً يعني هذه الجامعات مش بتجمع فلوس عشان تكسب بالإضافة أنه فيه شرط كان مهم جداً في إنشاء أي جامعة أهلية في مصر وهو أنه لازم هذه الجامعة تكون عاملة برامج توقمة مع جامعات أجنبية كبيرة الكلام ده بقول لحضراتكم ليه؟ بمناسبة أنه يمكن فيه كثير من المحيطين بيا ويمكن عشان بيفقوا في خبرتي في مسألة دي فبيسألوني كتير فوجدت أحد المقربين جداً ليه بيكلمني بيقول لي أنا حجزت لابني في جامعة في أوروبا والجامعة دي تمانها عاوز أقول لحضراتكم بالإقامة يعني بحاجات حوالي هيدفع الطالب مليون جنيه في السنة قلت له ليه؟ فقال لي عشان دي جامعة كبيرة في أوروبا قلت له مين اللي قال لحضرتك أن هي جامعة كبيرة في أوروبا؟ الجامعة اللي هو شوير اللي عليها هي جامعة تصنيف يعني درجة تالتة أو درجة ربعة لأنه مش كل جامعات في أوروبا هي أعظم جامعات في الدنيا في تصنيفات دولية كده بنعرف فيها جامعات الأولى والأهم والجامعة اللي تستاهل أنه يعني ابني أو تستاهل لنا تغرب عشان روح أدرس فيها يعني مثلاً لو واحد عنده فرصة أنه روح يدرس في جامعة زي هارفرد أقوله روح على طول لو واحد عنده فرصة أنه يدرس في جامعة زي كامبرج مثلا أقوله روح تفضل لأنه أنت هنا بتاخد مستوى تعليم مش موجود هنا في مصر لكن ما ينفعش أنه إحنا نبعث ولادنا والكلامي طبعاً موجه لطبقة محددة اللي هي ربط ولادها في مدارس دولية مختلفة ما ينفعش أنه إحنا نعلم ولادنا كويس قوي في مصر ونوديهم جامعات درجة تانية ودرجة تالتة في أوروبا بمنطق أنه ابننا سافر أوروبا ويدفع فلوس قد كده في المقابل بقى عندنا في مصر دلوقتي اختيارات واسعة جداً في الجامعات يعني بقى عندنا زي ما قلنا جامعات الأهلية ودي عاملة برامج توقمة مع جامعات أوروبية بتقدم لك شهادة موازية هي نفس الشهادة تقريباً اللي أنت بتاخدها من الجامعة الأوروبية وبالتأكيد المصاريف بتاع الجامعة الأهلية لا تتخطى 10 أو 15% من اللي أنت هتدفعه في الجامعة الأوروبية وعلى الأقل حتى فكرة الثمن الغربة لأنه ابنك مش هتغرب يعني أنت كطالب مش هتتغرب وتسيب بلدك الجامعات الأهلية دي حضراتكم شفتوا أو هتبدأ في مصر من خلال جامعة العالمين الجديدة اللي هي تم الإعلان عنها ودخولها مكتب التنسيق وعندنا جامعة الجلالة الجامعات دي هي جامعات عاملة توقمة مع جامعات أوروبية شكل كبير وعاوز أقول لحضراتكم بقى تعالوا نتكلم على فكرة المحتوى التعليمي مؤخرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فجئتنا بخبر خد يكون أحد أهم أحلام هذا البرنامج وهو أنه تم التعاقد أو الاتفاق مع 240 عالم مصري في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا أنهم هيدرسوا في الجامعات الأهلية المصرية يبقى أنت كده عندك أول حاجة جامعة عندها توقمة مع جامعات أوروبية مصاريف لا تتخطى 10-15% من جامعات الأوروبية كمان علماء مصريين كبار في جامعات كبيرة جدا في العالم هيدرسولك في هذه الجامعة الأهلية مع ملاحظة بين خسين أن هذه جامعات أو التلات جامعات اللي دخلوا الخدمة دلوقتي فيها 200 منحة مجانية مقدمة فيه 100 منحة مقدمة من السيد الرئيس عفتاح السيسي الرئيس الجمهورية للمتفوقين وفيه 100 منحة أخرى مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقى إحنا عندنا 200 منحة مجانية لغير القادرين والمتفوقين